يستضيف فريق القوى الجوية مساء اليوم نفط الجنوب البصري في مباراة مواجلة من الجولة السابعة للمرحلة الأولى من دور الكرة الممتاز وتشير جميع التوقعات لميول الكفل الجوية بسبب فارق الإمكانيات الفردية وإجراء المباراة بين جمهوره الذي يطمح إلى استمرار الفريق بالنتائج الإيجابية إلا أن نفط الجنوب يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن لعبي فرق المحافظات دائما ما يحاولون تقديم كل ما لديهم وهم يلعبون على ملعب الشعب الدولي وعلى ملعب كربلاء الأولمبي يستضيف نادي الزوراء في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من دور الكرة الممتاز في لقاء يشهد احتفالية اعتزال لعب كربلاء المخضرم هيثم حمزة